اهلا بكم حبيبي في كل مكان يا رب تكونوا في خير وفي صحة وفي سعادة النهاردة ان شاء الله هنعمل شوية اكل كمال يستهلوا بكم نسمي الله ونصلى على الرسول عليه افضل السلام انا جبت الحلة بتاعتي وحطت فيها معلقة سمنة كبيرة كده وولعت بتجازي وحبتدي اشوح اللحمة بتاعتي قبل مسلوها جميلة بتبقى حلوة او الطريقة دي حلوة جدا ننتشوح اللحمة كده بحطة سمنة او بحطة لية لو بتحب اللية بتبقى طحفة انا ابتدت كده هشوحها تشوحها حلوة النهاردة ان شاء الله هنعمل طاجن بامية وطاجن بطاطس ان شاء الله هيبقى جمال هيحط البصلاية طمطماية شوية بهرات لحمة فلفل اسود حبهان مطحون شوية زعتر ومش هحط الملح لما تبقى ثلاث تربع سوى هبتدي احط الملح بتاعي حطيت شوية فلفل اسود وهبتدي اشوحها بالحاجات الجميلة دي تقوم تاخد من طعمها وريحتها تشويحها كده سريعة بسم الله ما شاء الله وبعد كده هزودها المية السقنة وحيركنها على جم اول ما تغلي حوطي النار عليها واسبها مع نفسها مع نفسها كده بقى ما شاء الله ركنتها على جم انا عندي جزء ما بيأكلش اللحمة في الطبيق فاعمل لهم لحمة على الجريل ان شاء الله طبعا حطيت حطي الزبدة ومع علاء الزيت وهبتدي اسولهم كم حطة لحمة كده في الجريل للي ما بيأكلش اللحمة في الطبيق وده اللحمة بتاعتي في الحلبة السلق بسم الله ما شاء الله اول ما سمنا بتاعتي الزبدة بتاعتي السيع بتبقى طعمها جميل جدا جربوها بالزبدة كده جميلة جميلة انا قطعت اللحمة بتاعتي عبارة زي البوفتيك كده بس محملة شوية عشان تحس بطعم اللحمة كده شايفين ما شاء الله جميلة ما شاء الله وحبتدي رش عليها ملح خفيف وفلفل اسود خفيف بس كده اللحمة غلط حوطي عليها واسبقى شوية ملحة بسيطة جربو اللحمة بالطريقة دي عالجريل كده بالزبدة جميلة 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 كده خلاص بس خدت الوش الاولاني اللحمة بالنحية التانية بسم الله ما شاء الله اللحمة بارج حلوة قوي 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 الطريقة دي جربوها ان شاء الله هتعجبكم وبرضو هرش على الناحية التانية حبت فلفل اسود وملح وحوطي لها شوية دبس رمان بيودوها في حتة تانية قارس وحزودها حوالي كوب بيتين مية واول ما تغلي هوط عليها واسبها مع نفسها انا بقى كده ان شاء الله هبتدح تلية او سمنة ودعكة بصلية كده بالملح والفلفل وهشوحه وهحط برضو بصين طوم كده مدقوقين وهبتدي اعمل طاجن البامية التحفة الجميل ما شاء الله اللهم بارك حلوة اوي 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 طبعا هسويه نص سوى على البوتاجاز وبعد كده هدخلها الفرن هنا كده خلاص البصلية بتاعتي والطوم خدوا لون هنزل البامية شايفين البامية دي بتاعة السنة اللي فاتت شايفين لونها وخدرها التحفة ده جميلة 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 ما شاء الله اللهم بارك وابتدى شوحها كده شوية مع البصل والطوم وهنزل بالسلسة اللي احنا مسبكينها شايفين لونها وجمالها عملت ازاي ما شاء الله اللهم بارك انا بحط في تصليص السلسة الفلفل الاحمر اللي اتبعها الحل وبيديها لون وريحة جميل كده انا هعمل برضو بصلايا دعكاب ملح وفلفل والطوم بحطهم نية مع البامية وبعصر نص لامونة طب ليه بتعصر نص لامونة عشان ما تبقاش فيها المادة المقاطية دي في البامية طبعا البامية مسبكاش تفك لأحطيها بتلجها على طول عشان ما تسودش وكده بدلوقتي هبتدي اعمل الرز بتاعي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك نزلت بشوية زيت انا بحب حمر الشعرية في الزيت بتبقى مفلفلة قوي مع الرز بسم الله ما شاء الله هبتدي حمرها كده على طول بسرعة اول ما تاخد اللون الدهب الجميل ده هحط السمنة وحنزل بالرز طبعا بتاعنا غسلات وحبتدي شوح الرز مع الشعرية بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بضل يشوحي في الرز لما يتغلب بالسمنة كده عشان بيبقى حلو قوي من يبقاش عامل زي الرز البايش لو انت ما شوحتوش التشويحة دي لغاية لما تتغلي في الرزاية بالسمنة شايفين ما شاء الله اللهم بارك وحركنه على جنب لما يقرب معادي الغد دلوقتي هنعمل طاجن البطاطس الخطير طبعا برضو انا عندي بصلاية مقطعها شرايح وقرني فلفل سبايسي ودعكتم بالملح والفلفل وحشوح جرب البطاطس بالطريقة دي هتعجبكوا جدا جربوها من شاء الله مش هتندموا وحبتدى شوح البصل شوية كده مع الفلفل مع التومة برضو نية تشويحة كده لغاية لما البصلة تاخد لون وبعد كده هنزل بالبطاطس بتاعتي طبعا مقطعها حلقات وحبتدى اقلبها مع الحاجات الجميلة دي وحنزل بالسلسة وهقلبها وخليها تاخد نص سوى على البوتجاز وبردو هدخلها مع البمية في قلب الفرن وحطت لها حط التومة نية وطبعا معلقة السكر طبعا علشان تعادل حموضة الصلسة طبعا ادي كده البمية بتاعتها خدخلت بالسلسة وحطف عليها ودي اللحمة ودي البطاطس شايفين جمالها ورحتها فظيعة وده كان اكلنا النهاردة يارب يعجبكم